يعني إذا أتكلم باسم الكل فهو يجب أن تصحح الأخطاء الماضية يجب أن يكون هناك شكل واضح وصريح للحكم كيفية هذا الحكم طريقة تشكيلة كيفية اختيار الوزارات هل راح يكون بالصيغة القديمة كل المؤشرات اللي موجودة الآن تذهب إلى ترديد مقولات التوازن والتوافقية والمشاركة إلى آخره وهذا نعتقد بأنه نهج خاطئ راح يكرس الفشل والفساد اللي موجود في الدولة العراقية